بيحتوي لحم الأوز على العديد من العناصر الغذائية زي البروتين والفوسفور والحديد والنحاس والزينج وأنواع مختلفة من الفيتامينات اللي بتمد الجسم بفوايط صحية كتير وبيحتوي لحم الأوز على البروتين اللي بيساعد على نمو العضلات بالإضافة للكالسيوم والفوسفور اللي بيعمل على تقوية العظام والأسنان كمان بيحتوي لحم الأوز على فيتامين بي 5 اللي بيعتبر ضروري للحفاظ على صحة الجلد وكمان بيعمل على تأخر ظهور علامات الشيخوخة المبكرة وبيحافظ على لون الشعر وقوته ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل بالمنتجات بقى هنتكلم عن كل منتج منتج ده يستخدم في إيه وهل ينفع ناخد كذا منتج مع بعض لو أنا عايزة خس أو أنا عايزة كمان بقى الحاجات اللي بتهم كل ست وبنته وكله بيقع الشعر بيقع الضوافر مش بتطول الكولوجين بقى بتاع البشرة والحاجات دي كلها لأ يعني كلامنا كتير قوي في الفقرة دي بمنتجات كتير جدا مع دفتنا المشرفونا النهاردة دكتور ماريانا صفوت سيدرانية وحصلة على دبلوم التغذية ومديرة مصنع بريمير أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا بحضرتك أستاذ ماريانا أنا مش عارفة بتتي بإيه ولا بإيه بصي عارفة عايزة بتتي بكل حاجة الكلم في كل حاجة يعني خلينا شوي عن الكولوجين والحاجات اللي هي بتاعت البشرة والضغفر ديش أنا عايزة أتكلم فيها قوي بس أنا الفاصل الأوليني أنا كنت بشرب الجرين كافي حلوة أو وفعلا قلت لهم أن أنا لا يعني بصي مفيش بعد كده أنا جربتوا أنا نصحتهم بصراحة لازم يجربوا الناس كمان اللي بتصرب قهوة دي زائد السكر بقى دي كانت المفاجأة بالنسبة لي يعني ودي اللي أنا عايزة بقى أوضحها لهم أنا حتى من السكر ده فأنا عايزة أجيبه كده أيوة أهو وعايزة حضرتك بقى تكلميني عليه مع الجرين كافي أوكي بالنسبة للجرين كافي احنا تميزنا أن احنا أول جرين كافي إكستراكت في مصر لأنه أخد كل فوائد الجرين كافي وحلينا كل مشاكل الجرين كافي يعني لو قلتلك وانتي بتعملي ضايت ايه أكبر مشكلة لو قلتلك خدي جرين كافي ايه أكتر مشكلة هتقابلك أول ما اسمعي اسم جرين كافي هتقولي لي ايه هتقولي لي الطعم الوحش بتاعه الطعم بيبقى هتقيين المرارة فعلا دي المشاكل اللي احنا اشتغلنا عليها بقى في بريمير فاحنا عملنا الجرين كافي إكستراكت ده عملنا في ليفرد بطعمين المكة والبندق وكمان إنه إكستراكت فهو فيه نسبة الكلورجينيك أسد عالية 50% دي بتساعد على الحرق بتزود الحرق جدا فتقدري تستخدمي الجرين كافي دلوقتي كبديل للكافي العادية اللي انتي بتشرب اهي بقندق كمان اهي فدي هي كمان تقدري تعمليها سخنة وتقدري تعمليها سائعة حلت مشكلة الناس اللي متحبش المشوبات السخنة فاشتغلنا على النقطتين دول وإحنا بنطور في المصنع والحمد لله إن جالنا فيدباك حلو جدا على النقطتين دول النقطة ده المهم قوي ده يعني الناس بقى لتسكر والمشاكل ده سكر ستيفيا نبات طبيعي كانت أهم تحدي يكون لابنقبله وإحنا بنستعمل ستيفيا إنه يكون ما بيسيبش افتر تيست أو ما بيعملش أي مرارة في المشروبات فده التحدي اللي احنا نجحنا فيه وتميزنا فيه في المصنع لين السكر عندنا مميز جدا يعني ومشهادة الناس اللي استعملوه الكيس تحليت معلقتين في يعني يقدر يقعد معاكي كمان فترة يعني الكيس معلقتين سكر عادي الزبط الكيس يعني لو حد بيشرب ممكن ياخد نص كيس ربع كيس كمان الزبط أنا واخد ربع كيس ما أقول الكيس بس على السكر حسن بأي تغيير في طعم المشروب القهوة هو ده الهدف وهو ده اللي احنا نجحنا في أن احنا نوصله للناس والحمد لله طيب بنسمع عن السكر اللي زي ده لا ده بيعمل مشاكل وبيبقى فيه مواد معرفة شيئي الزبط لما يبقى سكر مصنع لكن بريسويت ده سكر ستيفيا نبات طبيعي فما فيش عليه أي إدفات ما فيش عليه أي تدخل كيميائي خالص فدي أكتر حاجة تطمينك وأكتر حاجة متخوفكيش واللي يثبت لك ده كمان التحلية بتاعته فالتحلية بتاعته والتحلية بالنسبة للسكر الطبيعي ستيفيا بتبقى تحلييتها أعلى لكن ما فيهاش كل الأضرار بتاعت السكر المصنع يعني فده طبيعي بتاعته 100% وانتي متطمينة يعني وممكن بيستخدم في الطبخ كمان يعني لو أنا بعمل حلويات وحاجات زي كده طبعا طبعا فكرة حيلوة طبعا كان فيه كلاينتز كتير بيقابلونا المشاكلهم مع الفريق الطبي أنه بيقولوا ما تبعدينيش عن الحلويات أنا يعني أنا الحلويات بحبها فكان ده الحل اللي بنستخدمه يعني أنه إحنا بنوجهه لاستخدام الريسويت بنبدأ نسحب السكر المضرة من جسمه واحدة واحدة وطبعا جايب النتائج موزهلة الحمد لله حلو جدا يعني زينا شربنا قهوة وزينا حطنا في أي حلويات احنا بنعملها في أي حاجة بنعملها مع بقى أمك كده قهوة كباية قهوة حلوة خلاص كده خلاص وآمن بالضبط ممكن أنا أكتر حاجة هماني في الموضوع ممكن اتكلمنا عنها أكتر برضو في الفقرة الأولانية مع دكتور جوزيف أن الموضوع آمن مفوش أي مشاكل مرادية هو ده اللي بيميزنا يعني احنا بعد طبعا أن كل منتجاتنا حصلة على ترخيص هيئة سلامة الغذاء احنا كل منتجات بتاعتنا آمنة 100% لأنها طبيعية ما فيهاش أي مواد مصنعة فده الحاجة اللي تخليكي تغذية وانتي متطمين جدا وفيه تعمين طبعا اللي مش عاجبه ده طبعا ياخد ده يعني ما فيه شحلة من كده طيب عايزة روح بقى مراجو أيوة ده بقى مراجو ده منتج مميز عندنا في اللاين تغسيس اخسيس لأنه بيغنينا عن عمليات وعن إبر وعن حقن وعن حاجات كتير احنا كنا بنتكلم قبل الفوصل يعني معلومة مهمة جدا كان لازم نقولها بصراحة ده بيغنيني عن بلونة المعدة ده حقيقة فعلا اه لأن مراجو ده ده سيليم هسك نبات كشور السيليم دي البيوريتي بتاعتها 99% سوبر وايت احنا الوحيدين اللي متميزين ان احنا بنستعمله في مصر فاحنا بنستورده بنستعمله في المراجو كمان نمستو انه لما بينزل جهاز الهضمي بيمتص المياه لان احنا بنشرب من المفروض بعديه كوب بيتين مياه بيمتص المياه دي وبيعمل زي بالك ستيت كده او حيس زي حيس بيشغله في المعدة بيخليكي ما تقدريش بقى تملي ما فيش مكان فاضي فده طبعا بيقلل الشهية وبيقلل الاكل اللي انتي تقدري تاكليه كمان احنا مزودين عليه في التركيبة بتاعته عنصر الكروميوم الكروميوم ده بيزود الحرق بيساعد على زيادة الحرق فطبعا الافكت منه بيغنيكي عن احنا نلجأ بقى لين العمليات والمشاكل بتاعتها طبعا المعروف ده اكتر حاجة حلوة دي يعني فكرة كمان بلونت المعدة دي ممكن تكون مش مستحبة عند ناس فانا ده كان البديل قدامي ما عنديش بديل طبيعي وامن او بالضبط يعني فكرة اني ملوش اي اثار جانبية اني ملوش حد مثلا نقال لكم لها احنا استعملنا وحصلت لنا مشاكل او اي اثار جانبية خالص لانه فوق انه هو طبيعي وامن انتي بتشبه عصير يعني لو جربتي طعمه هو عصير فطعما حلو امن طبيعي ما لوش اي ادفات ونقفش 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 موجود في السيدليات دي اهم حاجة طبعا يعني مش هدوور عليه لا لا كل المنتجاتنا موجودة في السيدليات في شركات التوزيع فتقدري تقوم بسر وخدمة توصيل طبعا اه انا عايزة اه انا عايزة بقى اه 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 موجود طبعا اونلاين اركز على خدمة التوصيل انا قلت بس انه هو كل اجزاء الجمهورية اولي لي اه اه ايه انا مغاطين الحمد لله الجمهورية كلها اه موجودين برا مصر برا مصر كمان نحن نهتم طبعا جوا مصر طبعا موجودين في كل السيدليات وموجودين اونلاين اه الكلينت بيتكلمونا بيبدأ الرحلة ان احنا نخليهم يتواصلوا مع الفريق الطبي بيحدد بقى الفريق الطبي الحالة بقى من اولها الحالة محتاجة ايه الطول والوزن والامراض والادوية اللي بتتاخد وزي ما تقولي بنفصل كورس المريد على نفس بالضبط لان كل كلينت ليه الحالة اللي هي اللي تنسبه مش كل الناس بنحتاج نفس الادوية مش كل الناس حالتها زي بعض بيبدأ معهم الرحلة بقى من الاول يعني لحد ما يوصلوا بقى للحلم طبعا لكلنا يعني اكيد انا في حاجات يعني بهراني عن الشيسة بصراحة الحاجات اللي هي الحالات بقى اللي هو قبل وبعد ده فعلا ده حقيق ده حقيق دي ساكسستوريز للفريق الطبي عندنا ده نجاح هائل بصراحة الحمد لله الحالات مميزة عندنا بدأنا معاها كان تقريبا الموضوع بالنسبة له ومش بها مستحيل وكان حلم صحيح بس احنا حقيقي ساعدناهم من الاول وكانوا ملتزمين كمان الحالات فمن انبهارهم بالنتيجة هم على فكرة اللي طلبوا مننا يعني ارجوكوا خدونا يعني قدوة او تشجيع للناس يعني فالحمد لله يعني دي من الحالات المميزة جدا عندنا الوقت قد ايه عشان اوصل بس للشي دي كل حالة بقى بتختلف عن التانية كل بتقابلنا تحديات كتير اثناء الرحلة دي يعني الناس اللي عندها مقاومة انسولين ممكن بنطول شوية وشوية التزام فيه ناس بتستجيب بسرعة من اول شهر بنلاقي الرزلط فطبعا كل حالة على الجسم يعني استعاب الجسم للبرودكت وعلى طبعا التزام طبعا الشخصي يعني انا شايفة بس ان هي بينزلوا ارقام اعتقد يعني الفرق ما بين قبله وبعد ده رقم ده حي مش كم كيلو صح؟ ده حي يعني اقصر رقم قبلته نزل قد ايه؟ لا احنا يعني فيه ناس من الحالات دي نزلت 45 كيلو ايه ده؟ اه لكبيرة على فترة طبعا على فترة كبيرة لكن يعني 45 من غير عملية؟ لا لا من غير عمليات وباكل طب لا بياخد بقى ما هي دي بقى النيزة بياخد نظام غزائي احنا بالضبط الفريق الطبي بتاعنا بيساعدك من الاول انه لازم يكون فيه نظام غزائي متفصل للحالة بتاعت الكلينت وبنساعده بكل الوسائل بقى بالتحليل بالتمرين بالرياضة وبنطبع وبقى كل بقى اللايف ستايل بتاعه من الاول طيب فيه طبعا ستات بتشوفنا دلوقتي اللي هي ما بعد الولادة تبقى مشاكل بقى واكتئاب نفسي وحاجات بقى وكرش طلع وحاجات كتير قوي وسمنا الموضوعية فعلا بتدايق ينفع بقى كل ده طبعا مع الرضاعة لو هي بتغضع رضاعة طبيعية طبعا المنتجات بتاعتنا الميزة فيها ان هي مش بتأثر على الرضاعة وما فيهاش مشكلة وكمان احنا بنشتغل في الاول كمان على نفسية الكلينت اللي هي خارجة من جد من أزمة زي كده فالفريق الطبي صراحة عندنا متميز في الكسة دي لان هما يعني الحالة بالنسبة لهم مش بتبقى يعني كل حالة يونيك مش بتبقى مقررة ومش بيبقى كلام يعني بيمشي على الكل فهما بياخدوا كل كيس كده الوحدة ذات الكيس اللي هي الحوامل أو اللي هما اللي بعد الولادة بقى دول فبيبقوا محتاجين معاملة خاصة لكن بيجيب معاهم نتيجة حلوة جدا يعني مع الالتزام وممكن أوصل للشكل ده اكيد احنا عايزين نشجع الناس بس لا اكيد يعني مفيش يأس مفيش حاجة مش حاجة مستحيلة ومفيش حرمين برضو يعني خالص النظام بيبقى تفصل على الحاجات اللي بتحبيها بكميات معينة بسعارات معينة حتى النظام الرياضة بيبقى على حسب حياتك شكلها ايه بروتينك في اليوم شكله ايه فكل حاجة فيه بيبقى بقى التبديل وتوافيق بتبقى على حسب ظروفك ويوم شغلك طبعا لا مفيش حرمين مفيش حرمين دي بقى الميزة بصوا كلوا واشربوا هتخسوا والمنتجات موجودة في كل حتة في الصيدليات يعني دي اهم نقطة بنحب نأكد عليها اكيد ومعاكم متابعة مستمرة على الارقام اللي بتظهر قدامكم على الشاشة دي بقى اللي عاجبيني قوي يعني فكرة المنظومة الطبية اللي تبقى معايا وتوصلني بالشكل اللي احنا شايفينه على الشاشة دي مع منتج امن دي حاجة مبهرة بصراحة هو ده الهدف الدايرة دي على بعضها مبهرة جدا ده الهدف اللي احنا اشتغلنا عليه من الأول ما كانش الهدف بالنسبة لنا مجرد ان احنا نبيع المنتج فريق الطبي حتى لو انت الحالة بتاعتك مش هينفع معايا حاجة من المنتجات الفريق الطبي بيمشي معاك رحلتك فور فري لحد ما تنفعي الهدف مش لو هتاخدوا هتاخدوا من المنتجات خالص خالص ما فيه بيبقى مثلا عندهم مشاكل صحية بيبقى في حاجات من المنتجات ما تنفعش معاهم فبنوجههم بقى للحاجات الصح يعني هم يعني سواء من الصيدرية سواء تحليل أدوية معينة بنرشدهم لخطوات معينة لانه بده كترة معينة تخصصات معينة يتشفوا عندها فاحنا بنبقى من الأول للآخر ما يوم مش شرط يعني ان تكون حالته تنفع المنتجات طب عايزين نتكلم عن فيتامينات اميو اه اميو امي في طبعا احنا عارفين انه اسماء بقى الرحلة بتاعتنا بتاعت الخصصان دي اه احنا بيقابلنا يعني مشاكل كتير اه انه ممكن يكون في ضعف مثلا بحس ان انا محتاجة اه حاجات قللت اكلي شوية ففي الاول ببقى يعني انا ماشية في النظوم التخصيص طبعا انا بحتاج انا بحتاج فيتامينز اه على فكرة حتى لو مش بناخد مش ماشين في ضايت تخصيص اه في العادي احنا اكلنا بيبقى احنا معارفين بقى في مصر باكلنا اللي هو مش مش هلسي قوي خالص فبحتاج طبعا البند المكمل وضني عنده فده موجود في الاميومي في اول مالتي فيتامينز ساشت في مصر مكون من 17 نوع فيتامينز ومعادن مهمة جدا للجسم فده هيخلي رحلتي من الاول الاخر مشية بامان تماما يعني بس كده انا كده تمام يعني احنا بنخس بحاجات امينة متوفرة معاكو خطوط تليفونية طول الوقت متابعة معاكو مفيش اكتر من كده هنخس وبطريقة امينة وكل حاجة موجودة في الصيدلات وممكن دي اكتر حاجة هماني جدا ان انا اسأل على المنتج الا ايه في الصيدلات اكيد متوفر في كل الشيء الصيدليات وشركات التوزيع اكيد شكرا ليك يا دكتور انا تشرفت بحضر التكنوليسي شكرا ليكي دكتور ماريانا صفوت صيدلانية وحاصلة على دبلومة التغذية ومديرة مصنع بريمير شكرا ليكي شاهدين خسوا محدش يقف خسوا هتخسوا بطريقة امينة ومنتجات متوفرة 100% بكتور تكون خلصة حلقاتنا النهاردة استنونا في حلقة جديدة وبالفهنا باي باي شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة